اشتركوا في القناة تلك الاحياء التي تشهد العنف والتوتر والتهجير في ظل الظروف الصعبة التي خيمت على البلاد في السنوات الخمس الماضية ضعف الامكانيات بدى واضحا على الفيلم بسبب البنية التحتية المدمرة لصناعة السينما في العراق حيث تعرضت مؤسسة السينما العراقية الى اعمال النهب والحرق لجميع موجوداتها اثناء الغزو الامريكي للبلاد اما دور العرض السينما فلم يبقى لها اي اثر بعدما تحول معظمها الى مخازن وورش نجارة وحدادة بعدما هجرها رواد السينما والعائلة العراقية بسبب الاوضاع الامنية دائما نقول هوية العراق هوية الثقافة انتبهوا يا رجال السياسة انتبهوا يا رجال حكم ولعلهم ينتبهون بالعشر سنوات القادمة ان شاء الله يعني ورما نثقفهم احنا نفتح دماغتهم او يكونون تحت طائلة الاحراج الشديد تحت طائلة الضغط الشديد من وسط الثقافة العراقي راح يفزون منه مطولة سبعة اعوام ويفهمون بانه الثقافة اهم من هذه السياسات البالية اللي يجعوا بهم ووسط هذا الواقع الذي قاد ويقود صناعة السينما في العراق الى المجهول قرر مؤلف ومخرج الفيلم ان يغامر في عرض دعا اليه نخبة من المجتمع العراقي تنوعت ما بين فنانين وسياسيين واختار دار عرض سينمائية شبه منسية لفيلمه مخالفا بذلك توجهات زملاء له بالعرض على صالة المسرح الوطني ليس الفكرة فقط العرض الفيلماني لا اريد ان نعيد الروح للسينما بالعراق حتى العالم تشوف انه الان بغداد غير بغداد وطلع راح تلاحظون الناس اللي تجي برغم الوضع الامني لكنه ان شاء الله تصير سينما بالعراق ويتفق رواد السينما العراقية على ان عقد السبعينيات من القرن الماضي كان بمثابة عصر ذهبي للسينما في العراق في ذلك الوقت كانت العائلات العراقية بكامل افرادها تقصد اكثر من ثمانين دار عرض سينمائية في عموم العراق نصفها تقريبا في بغداد لم يبقى منها الا القليل عندما تحولت العروض الى الابتذال وبشكل يخالف تقاليد المجتمع العراقي وهنا اعلن الطلاق ما بين العائلات العراقية ودور السينما من بغداد يوسف الحسيني بي بي سي اشتركوا في القناة